ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ست مفوضيات يتنافس عليها 66 مرشحا من الدول الإفريقية ويتنافس المغرب بقوة على رئاسة أقوى مفوضية في الاتحاد وهي مجلس السلم والأمن الذي يترأسه حاليا الجزائري إسماعيل شرقي ورشح المغرب لرئاسة المجلس سفيره في رومانيا حسن أبو أيوب لشغل منصب رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وهو الجهاز المركزي للمنظمة الإفريقية المكلف بقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية أبو أيوب سبق أن كان سفيرا للمغرب في إيطاليا والسعودية وباريس لمدة طويلة ووزيرا للتجارة الخارجية والفلاحة والسياحة في عهد الحسن الثاني نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب